تمتاز مدينة ميدي بأجوائها الساحلية المبيزة وهوائها النقي ومواكبة لانتصارات الجيش الوطني يهب الميناء والبحر عليل هوائه لجنود المنطقة العسكرية الخامسة ليغفي على العيد نسمة فرح ولوحة انتصار مرسلنا سليم المخلافي والتفاصيل من هنا من ميناء ميدي لليوم الثاني على التوالي نرصد معنويات الأبطال هنا وكيف يقضون أوقاتهم في العيد انتصارات ومعنويات كبيرة حققها أبطال الجيش الوطني في الفترة الأخيرة يأتون إلى هذا المكان إلى البحر كما تشاهدون يقضون أجواء جميلة وممتعلة على الساحل يخاطبون البحر يخاطبون الوطن يخاطبون الجميع بأن المستقبل وضاء ومشرق وجميل وانتصار للجمهورية على الفئة الإنقلابية والميليشيات الحوثية والصالحية وأيا كانت وستبقى راية اليمن واحدة ويمن جمهورية لدينا أحد الأبطال هنا نستطلع أحوال المقاتلين كيف يقضون فترة العيد في هذه الأماكن أخي السلام عليكم كل عموانة طيب أخي الكريم كيف تقضون فترة العيد في هذه المواقع نحن فترة العيد هذه خاصة في هذه العيدة المبارك نقضي أحسن فترة الأيام وفترة عيدة نقضيها فترة عيدة المدينة وعيد الميناء وعيد الأضحى المبارك ثلاث أعياد نقضيها والحمد لله وهذا فضل ونعمة من الله وسنقضي إن شاء الله بإذن الله أفضل الأعياد مع الساحل هذا إلى الأمام حتى نقف بأقدامنا الطهرة في عروسة البحر الأحمر في الحديدة ومن الحديدة سيتم إن شاء الله الإنطلاق إلى داخل صنعة ومن داخل صنعة إن شاء الله سيتم دحر كافة الموليشيات التي عبثت بهذا الوطن وباقتصاده وبامتلكاته ومقدراته سيتم دحرها إلى كهوفها التي خرجت منها وستنعالي إلى كهوفها الأساسية وإن شاء الله ما من هناك لم تثبت في كهوفها بل سنحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة نرتكبها بحق هذا الشعب وبحق الشباب الناشئ والجيل وإنقلابهم على ثورة الشباب وإنقلابهم على مخرجات الحوار الوطني كيف هو شعوركم وأنتم بعيدون عن أهاليكم وتقضون هذا العيد هنا شعورها جيدة جدا ونقول الحمد لله على كل حال رغم أننا نتألم بعض نوعا ما نتألم عندما نتذكر أهلنا وأطفالنا وأخواننا وأشقاؤنا نتألم بعضا والألم الأكبر نتحصر على ما فعله المخلوق وموليشيتهم ولكن بإذن الله تعالى عندنا أمل كبير كما حققنا مدينة ميدي وحققنا ميناء ميدي وحققنا الكثير والكثير سنحقق إلى عروسة البحر الأحمر إن شاء الله منطلقون إلى الحديدة بعدها ومن بعدها إلى العاصمة صنعا ومن بعدها ستعمل عياد جميع كافة الشعب الوطني وسنحتفل بعياد عديدة مديدة وسنعيش بهدوء وطمأنينية وأجواء راقية بإذن الله تعالى وسيجعل الله لنا أجيالا تنبث زاهية مثقفة حضارة دو خلق وتعليم أحسن من الأجيال التي خلفها عفاش لا أخي كما تشاهدون مشاهدين الكرام أجواء ساحرة هنا لليوم الثاني على التوالي في ميناء ميدي حيث البحر وعليل الهواء النقي الذي يتواجد هنا بعد أن طهر الجيش الوطني هذه المناطق الشاسعة من الميناء والكرنيش والآن مدينة ميدي وما بعد ميدي والأحلام كثيرة والخطط الاستراتية معدة أكثر لتطهير بقية المدن والمحافظات اليمنية واحدة والأخرى بإذن الله تعالى من ميناء ميدي سليم المخلافي قناة سهيل الفضاء